طيب أبو ريان خلينا نتكلم في البداية عن الفريق المستضيف في المباراة الفريق النصراوي أنا ذكرت في البداية بأن الفريق النصراوي في وضع صعب جدا في هذا الموسم اليوم الترتيب ما يليق بفريق كبير فريق محاقق البطولات الدوري مرتين متتالية وذكرت بأن الجماهير وحتى الإعلامين المنتمين لهذا النادي ما يعترفون إلا بالبطولات والإنجازات يعني ذكرت وضربت مثلا لهذا الموضوع لأنه قريب جدا الأمير عبد الرحمن مساعد حقق سبع بطولات وبعد دوري أبطال آسيا لما طلع على الهلال الناس يقول لازم يمشي علشان يتحسن وضع الفريق الناس كذا تفكر أحيانا اليوم النصر في وضع مقارب لهذا الموضوع يعني بعد مباراة الاتحاد اللي خليني أقولك ممكن تكون مفصلية لإدارة النادي راح يكون تزيد عليها الضغوط الفريق اللي في وضع غير جيد المدرب اللي في بداية مشوار وجالس يقصر ممكن تكون مفصلية في النصر لا حتكون صعبة بس ما راح تكون مفصلية أنا ما أعتقد أنه حيكون بعد المباراة لو مثلا لا ما جت النتيجة بما يرغب النصراويين أنه حتكون في قرارات في قرارات لا ما راح ما أعتقد لا لا لأنه الفريق مقبل على مباراتين قويتين بعد الاتحاد حيلب مع الشباب وحيلب مع الهلال أنا أعتقد أنه النصراويين يعني حيكون أكثر أكثر حكمة في التعامل مع نتيجة مباراة الغد أين كانت لأنه أي نتائي تصرفات أو ردود فعل غاضبة ستعني مزيد من الخسائر ربما يخسر مع الشباب وربما يخسر مع الهلال وهذه كارثة بس ورأينا الناس لا يعرف الجمهور لا يعرف الجمهور قلع أنا خسرتهم برياتك أنا ترتيب السادس السابع الثامن الجمهور عاطفي والجمهور محب والجمهور لا يقبل ولكن تبقى القرارات بعيدة كبار النادي والقلاع النادي الضغوط ممكن تستر قرارات يعني المدرج يستر قرارات لا مستحيل مستحيل المدرج ما يستر قرارات في الهلال ما أستر المدرج قرار المدرج كان فيه رأي عام ما هو مدرج كان فيه مدرج جماهير وإعلام وعضاء شرف كان فيه رأي عام شبه موحد يعني أنا أعتقد أنه وكان فيه توقيت اللي صاحب مثلا استقاط الأمير عبد الحمان بمساعد غير التوقيت الآن كان نهاية موسم العام الماضي واستلم المحمد الحميدان يكمل فما كانت فترة حرجة الآن فترة حرجة للنصر وفترة أنا أعتقد لو أن النصراوين تعاملوا مع الردود الفعل بغضب أنا أقول ينتكس الفريق ما راح يتعافى راح ينتكس ويعود سنوات كثيرة للوراء أنا أقول أنه تأخذ المباراة بأي أنك أنت جتها بتعقل وبحكمه وبتماسك صعب وضع الفريق صعب صحيح وموقع في الترتيب الدوري لا يليق بالنصر والجمهور غاضب ولكن ما في حلول الحلول أنه ننتظر الفريق ترى الفريق يعاني غياب لاعبين بحجم إبراهيم غالب والفريدي وأدريان الآن ترى الفريق يعني وعبد الله عنزي فترات طويلة الدوري ترى الفريق يعني نجد العذر ولكن الجمهور ما يحتاج يحتاج إلى فوز يحتاج إلى انتصارات صحيح مباراة الغد صعبة على النصر فرصة في نفس الوقت وهي فرصة ما هو ذاك الفريق يعني صعب أنك تفوز عليه الاتحاد أيضا يعاني ما زال يعيش أزمة مع مدرب مؤقت وزعل من كلمة مؤقت وقال لا تقول لي عني مؤقت وكذا واشتكى عند رئيس النادي وقال يقولون عني مؤقت فحيانا الحقيقة توجع وفي مدرب قادم طبعا بتركة الآن الاتحاد يعني ترى أيضا في الاتحاد يعيش فترة عدم استقرار فيه احتزاز في الاتحاد وهي أظن فرصة للنصر بكرة أنه يحقق انتصار على فريق قوي فريق الاتحاد حتى لو كان منتشي بفوز على هجر بخمسة ولكن ما هي مقياس طيح ما زال فريق الاتحاد يحتاج إلى عمل طويل وشاق ومضني وزيادة عناصر محلية وجنبية فرصة النصر إذا أنه بيحاول يتعافى بكرة أنه يكون على حساب الاتحاد طيح خليني أسألك حسن يعني عن الفريق النصراوي بكرة كيف شايف الأوضاع الفوز وش يعني للنصر الخسارة وش تعني كيف تقرأ يعني الفوز والخسارة في الفريق المستضيف للمبارات طبعا النصر يمكن أكثر المتشائمين لحال النصر لم يكن يتوقعون أن تكون النصر بدايته في هذا الموسم بهذه البداية السيئة يعني النصر من البداية واضح أنه فريق بيعاني أولا يمكن خليني نقول أنه بريان كانت تكلم عن أراء الجماهير لا أحيانا تؤثر تؤثر حتى في أصحاب القرار نفسه يعني مثلا كان أمير فيصل بن تركيا متمسك بالمدرب ديسلفة إلى آخر ورقة لكن الضغط الكبير جدا الجماهيري ساهم في إبعاد الرجل من مهمته بعد أنه مفترض أنه مدرب بدأ مع الفريق في مرحلة الإعداد أنه يستمر معهم على أقل إلى الفترة الشتوية أنه يكمل معهم لكن الضغوط الجماهيرية المتزايدة ساهمت في إبعاد الرجل والتعاقد معاك نفارو النصر مشكلة النصر ما هي مشكلة يعني ما هي مشكلة لاعبين بشكل رئيسي كامل جدا لأنه نفس هذه التوليفة من اللاعبين أو الأكسل الآن أضيف عليهم لاعب مهاجم آخر اللو هو لاعب نايف هزازي ولاعب مهم في خرطة الكرة السعودية هذا نفس هذه التوليفة كانت مسيطرة على المسابقة المحلية وعلى الدوري البطولة الأصعب موسمين متتاليين إذن المشكلة ما هي مشكلة لاعبين اللاعبين أمه المشكلة في مشكلة أنه تغيير المدربين في النصر بناء على قناعات الجماهير الجماهير النصروية الآن التي طالبت بإبعاد مدرب الأرجنتيني اللي هو كنيدة بعد كان الفريق متصدر للموسم اللي جاء خلف المدرب السابق كرينيو نعم كنيدة رحل والفريق كان متصدر للدوري صحيح طالب الجماهير بإبعاده أو بيطرد يعني بيبعاده من نادي أبعد وحضر ديسلفة ديسلفة استمر مع الفريق حقق معهم الدوري السنة اللي بعدها المدرب استمر أيضا ورغم من الفريق كان يفوز وكان يستير بشكل ممتاز إلا أن الجماهير أيضا كانت تطالب بيبعاد المدرب تم تلبية طلب الجماهير وبعد المدرب الآن كنفار الآن جماهير النصر في مازك ما تقدر تطالب بيبعاد المدرب لأنها طالبة خلاص الآن ثلاثة مدربين طالب بيبعادهم إذن هي الآن أمام مشكلة أخرى أنا أقول أن المشكلة الأخرى التي تواجهها النصر هي مشكلة فنية داخل أرض الملعب ما في استقرار أي مدرب في العالم يعني المدربين اللي يجون السعودية ما هم مدربين جايين عشان يقدم درس خصوصي وينجح الطالب يمشي هو يحتاج إلى فترة سنة أو فترة طويلة عشان يقدر يطبق نهجه وتفكيره وخططه وآراءه ورؤيته في الفريق وبالتالي يحتاج إلى فترة أنا أقول لك هي عملية تكاملية في الفريق جهاز إدارة النادي والمدرب واللاعبين النصر الخلل خلينا نقول لكم بنسب نسبة 40% يعني 40% تكتيك المدربة توظيفه لللاعبين النسبة الباقي اللي هي 60% توزع 30% بين إدارة النادي ما هي أجواء مناسبة وعندما يقول ما هي أجواء مناسبة أنا أقول لك أنه أجواء المادية داخل أرض النادي داخل الفريق أعتقد أن هناك مشكلة مع اللاعبين مهمين في النادي لحققاتهم المادية والأمر الآخر اللاعبين فقدوا الحماس اللي كانوا عليه خلال الموسمين الماضيين أو المحفز القوي أنه يحققون البطولات أو يقاتلون بنفس الروح القتالية اللي كانوا عليها في الموسمين الماضيين طيب أنت تتوقع حسن ممكن يكون فيه قرارات في حال خسارة النصر بكرة ممكن استقالة إدارة ممكن إقالة مدرب فيه قرارات من كذا أو الأمور بتعدي عادية وخسارة صعبة في الوقت الراهن صعب ما أعتقد أنه فيه استقالة إدارة ولا في قالت مدرب ولا في شيء بالأكس النصر الآن أنا أقول لك النصر ترى ممكن يرجع في أي لحظة ترى في الفرق الكبيرة يعني ما تحتاج كثير عشان تستعيد عافيتها هي شوية رتوش شوية تعديلات وروح من اللائبين الأدوات موجودة أنت تتكلم عن العنصر الرئيسي اللي بحققها البطولات الأدوات أدواتك موجودة في ملعب تتكلم عن اللائبين نفس اللائبين الآن عودة أحمد الفريدي إبراهيم غالب عودة عوض خميس خلاص يعني الفريق الآن أصبح شبه مكتمل أدريان إذا كان جاهز المشاركة وحتى أبو محمد في حال النقص يعني ممكن الفريق يتأثر بس ما يوصل لمرحلة السادس السادس نعم أنا بقول لك أدوات النصر موجودة أدوات اللي ممكن تعتمد عليها المهمة اللي تجيب الفوز اللاعبين موجودة محتاج أن المدرب بس كيف يقدر يوظف يعني ما عليش أنا أدك بس نقطة بسيطة مبارات الفريق الماضية مبارات النصر الماضية يعني أمام الخليج للأسف أنا شفت كنفارو بيطبق يعني مبدأ ما يطلبه الجمهور بادي المبارات بثلاثة مهاجمين نايف هزازي وما يقع محمد السهلاوي على حساب مين لما تلعب ثلاثة مهاجمين تالح حساب الوسط وحساب الدفاع إذن كشف دفاعك ووسطك يعني أنا ما أممكن أرضي الجمهور أنه يبغوا المهاجمين الجمهور وناس يبغوا هزازي وناس يبغوا السهلاوي وناس يبغوا ما يقع أقول لهم خذوا كلهم في المالعب عندكم يلا ما تجي يلا اختاروا اللي تبون يعني ما حلول ما تجي بالطريقة دي يعني ما عليش أنا أقول لك كنفارو قد يكون قليل خبرة بالتدريب لكن يحتاج أنه شخص اللي جالسين حواليه أو مستشاري يكونوا أكثر خبرة وأكثر دراية لأنه النصر صدقني النصر ما يحتاج كثير عشان يعود ممكن من بارات بكرة يعود النصر إلى طريق اللي اعتاد عليه هو طريق الفوز والانتصال صحيح وفوز النصر وجوده في المنافسة موضوع مهم جدا للمنافسة في الدوري موضوع الاتحاد أنا أتمنى أتمنى ألا يندم الاتحاديون على قرار إبعاد المدرب زي عادل عبد الرحمن أنا استمعت لتصريح عدد كبير من اللاعبين بعد مبارات الفريقة الأخيرة أمام هاجر كان كلهم بي يعني أول مرة أسمع اللاعبين بيثنوا بشكل يعني مباشر على المدرب كلهم بيقول المدرب يعني أخرج بداخلنا أشياء جديدة اللي هي أمور النفسية اللي كانت عند اللاعبين أخرجها الكتار الحماس الرغم بالفوز وكان سبب في أن الفريق فاز في لقائي اللقاء مهم أمام الشباب ولقاء أيضا بخماسية أمام الهجر أتمنى ألا يندم الاتحاديون في إبعاد هذا المدرب والتعاقد مع بيتوركا كان مطالب الاتحاديين أو أسباب عدد بيتوركا للفريق أنه مدرب انضباطي لما تقول أنا أبحث عن مدرب انضباطي إذا أنت تتحدث عن خلل إداري إذا الإدارة ما قدرة تطبق الانضباط داخل الفريق وتبحث عن مدرب عشان يطبق هذا الانضباط إذا خلل إداري يجب أن يحل قبل ما تجيب أي مدرب لكن على المستوى الفني أعتقد أنه عادل عبد الرحمن بقدم مستوى ممتاز جدا على الاتحاد إبعاده بعد مبارتين أنا اللي سمعته أنه بيتوركا سيصل بعد غد وسيبدأ أشرافه على الفريق وبعد مبارات النصر مدرب حقق معك فوزين ومستوى متصاعد ولعبين مرتاحين والأمور طيبة يعني ما فيه أي قناعة وما فيه أي مبارات يغيره طيب إحنا بنا راح نتكلم في الموضوع بشكل مفصل لكن تعرف حسن يعني أحيانا فيه مدربين غير مقنعين يعني يقول لك هذا المدرب ما هو كريزمة نادي مثل نادي الاتحاد يعني مدرب يمشيك فترة وبعدين يصرخي لا لا مثل ما تحدث عن مستوى متصاعد وفوز يعني فوز مبارات بس هو مقنع كاسم حسن اليوم أنه يدرب نادر اتحاد يعني معلاش حلمدربين اللي جبناهم من بره كان يعرفهم أغلبهم سيفي حق وضعيف يعني لما تكلم عنه معلش لما تكلم عن كنفارو إيش يعني إيش إيش سيرة كنفارو التدريبية براح راح نفصل حسن خلينا نفصل في هذا الموضوع لكن خلينا نشوف برضو التقرير لأنه الإيطالي كنفارو راح يستضيف بكرة المصري عدل عبد الرحمن في مواجهة الجولة 12 الأكثر ندية فيه العديد من النقاط اللي تجمع بين المدربين وفيه نقاط أكيد يعني مختلفة في الجانبين خلونا نشوف